اشتركوا في القناة 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 يشتغلوا في التسويق هاي الفترة ممتازة لهم انهم يستغلوها انه فترة شغلة كثير ممتازة تمتلك هذا الشهر سرعة بديهة عالية جدا اللي عنده امتحانة ومقابلة بنجح فيها تقدر تدافع او تفاوض بقضايا بتخصك او بتخص غيرك وتسوي الخلافات والمصالحات مع احد الاصحاب لكن بدك تنتبه وخاصة في الايام الاقل حد من التشويش اللي ممكن يسبب لك بعض الحوادث او الخلافات وخاصة مع الاهل والزملاء او الجيران مطلوب الدبلوماسية والتكلم بهدوء لازم تكون حكيم اما وجود الزهرة ممكن شوي يركز لك على الامور المالية وجاد سبل لحل قضايا القضايا المعقدة وتنحل لصالحك بعد عشرين الشهر بتزيد المسئوليات عليك وبتزيد صعوبة وممكن تكون تسبب لك بعض المشاكل العائلية او بعض المشاكل الصحية اليك او لغيرك يعني احد الاقارب ممكن يكون قريب اليك كثير بيأثر عليك كثير شخصيتك ونفسيتك خلال هذا الشهر يعني بتزيد ثقتك بنفسك وشجاعتك وحيويتك وممكن تحقق اهداف شخصية الفكر والدراسة والسفر يعني هذا شوي بعطيك دعم خصوصا انه بالتنقلات وبالسفر واللي بيشتغلوا في مجال الاستيراد والتصدير او الامور اللي لها علاقة بالامور التجارية هدول اكثر ناس رح يستفيدوا خلال هذا الشهر وشعبيتك رح تكون ممتازة هاي فترة ممتازة للسفر والدراسة والعمل والمشاركة في لقاءات او ندوات فكرية ممكن يجيك خبر سيء شوي هيك يخليك شوي محتار او مش عارف كيف تتخذ قرار سليم او القرار المناسب بدك تكون حذر في كلامك وفي مراسلاتك بالنسبة للوضع المالي والعملي هاي الفترة بتحسن وضعك المالي بشكل منيح والعملي ممكن شوية نزاعاتك تصير بين رفقاك بالعمل او مع رئيسك لأسباب مالية وبدك تتجنب التبذير على المستوى العائلي والزوجي او الحب او العاطفة او المستوى الاجتماعي الفترة هاي بالنسبة للك رح تكون ممتعة وفيها نوع من انواع الهدوء هاي الفترة مناسبة جدا للحصول على ارباح مهمة اذا كنت تمتلك عقارات او بتشتغل بالعقارات ممكن ان تسمع خبر ممتاز او حلو بخصوص عائلتك فترة مناسبة لتغيير محل الاقامة او القيام بمشاريع متعلقة بالمنزل اجديد ديكور استعجار بيع مشترة لكن بدك تدير بالك بالنقطة انه عواطفك وجاذبيتك في هذا الشهر يعني بنحكي شوي هيك مفرطة كثيرة فهذا الاشي ما يخليك تنغر وتندفع ورا المتعة ويتسبب لك هذا بعض الاخطاء فبدك تكون حذر لانه المريخ في مكان ممكن يسبب لك بعض مشاكل يعني اجمالا على المستوى العائلي الامور العائلية جيدة ومستقرة شوي فيه نوع من انواع التفاهم ما فيها المشاكل الكبيرة يعني كلها مشاكل مؤقتة وبتنحل مع الوقت اما بالنسبة للكواكب شو بتهديك هذا الشهر او شو بتحكي لك المريخ ويقول لك تستفيد مالي ولكن دير بالك انا رح ارفع شوي نفقات عليك المشتري بركز على الاسفار والاتصالات والتنقلات منكم بيشتري سيارة او بيستبدل سيارة او بيفكر باقتناء سيارة بتزداد شغفكم للدراسة والمطالعة والانضمام لدورات دراسية وبيستفيد الطلاب في الدراسة والامتحانات وممكن يستفيد التجار المحليون في عمليات البيع والشراء زحل بنبه اثناء القيادة بنزل المدن من التهور ومن عدم الانتباه اللي بيشتري سيارة بده يفحصها مظبوط ويتأكد من اوراقها ومن فحصها الطلاب الابتدائي والثانوي هدولة بدهم شوي يركزوا عشان ما يتسرعوا عشان ما يغلطوا عشان ما تنزل علاماتهم اورانوس بعطيك تغيير مفاجئ في مجال الشراكة سواء كانت شراكة عمل او شراكة عاطفة ممكن تعقدوا صفقة تجارية مع شريك جديد او تتخلوا عن شراكة سابقة وبتصير عندك علاقة مع شركاء ممكن يكون شراكة عاطفة زواج خطبة بطريقة غير متوقعة اورانوس دائما بيعمل المفاجئات اما ايجابي او سلبي بلوتو بيركز على السافر داخل المدن والعلاقة مع الاخوه والجيران طبعا تركيز بلوتو مش ايجابي تركيزه سلبي فعشان هيك بتكون تنتبهوا في اثناء تعاملكم مع الاخوه والجيران اما بالنسبة لنبتن مكانو في البيت الخامس وبعطيكو علاقات غرامية بالفترة هاي بزيد المعجبين حواليكو بعطيكو نظارة بعطيكو حيوية بعطيكو جمال وبعطي قابلية عالية جدا لكو عند الطرف الاخر بس اهم اشي انك تتأكد من هاي العلاقات اللي ما تعيش بالصرب او بالوهم او بالخيال تأكد منها قبل ما تدخل فيها هيك منكون انتهينا في النهاية منحكي والله اعلم هاي توقعات مش تنبؤات ويمكن تصيب ويمكن تخيب والله اعلم في النهاية يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك سلام